نجم كبير يعني نجم كبير بجد يعني أنا مش عارف MBC Online هم اللي إداروا يقولولي أنا بعمل المشاهدات قد إيه بس هو الراجل بقاله 3 سنين على التيك توك عدل مليار مشاهدة بيعمل محتوى وهو عنده محل هدوم وبيعمل مبادرات فردية زي الأستاذ محمد ممدوح بيعمل مبادرات برضو فردية بدأت من 8 سنين دول النموذج الحقيقي على الأرض المسئولية الاجتماعية مش همتكلم عن الرجال الأعمال والمسئولية الاجتماعية كفاية كلام كده أنا هقوداش عارفهم كتير المهم من أحنا نتعرف عليهم بشكل مباشر أنت قصة عندك محل هدوم الهدوم غليت أول غليت بس أنا شغال على عروض بس أنا شغال على عروض يعني أنا بجمع عروض كامل لأي شاب مثلا بـ 500 جين عروض كامل ده بقى جاكت وبمتالون سويتشيرت جاكت وبمتالون وشوز جاكت وبمتالون فيست أنت شغال عروض بس يعني أنت محل شغال عروض أنا شغال عروض يعني أنا العرض مش بكسب في 3 قطعة بكسب في قطعة من العرض بس وبجمع العرض كله على معدي فأنت في حتة من اللي بتباعها جاكت ولا بمتالون ولا جزمة كتعة عتم بحقوم وكتعة كسبان فيها مثلا بس هي دي 200-300 جنيه اللي انت كسبان فيها هو كله بـ 499 جنيه هو كله بـ 499 جنيه العرض كله تحت 500 جنيه كل القطعة بـ 15 جنيه فأنت في حتة منهم كسبان؟ حتة واحدة لحتتين تانين من بدورش على مكسب ليه بقى لك قديب تعمل حكا هدي بقى لي بالضبط 3 سنين شغال علي بس طب معلش ناس ليه؟ عملت كده ليه؟ عملت كده ليه أنا يعني أنا شغال في فئة معينة الناس حطاني فيها فاكرة فأنا بشوف الناس اللي هي دخلة عندي هي غصبة عنها هم رتبوا 3.000 جنيه أنا بسمع في شاكت 3.000 جنيه طب أنا هجيبه له ازاي؟ هو أنا مش هستجرى ان اقول له شاكت بتـ 3.000 جنيه طب مش هستجرى ان اقول له انت دخل علي مثلا أنا شايف ظروفك وانا عارف ان انت شغال معايا مرتبك قصلا 3.000 جنيه ازاي انت شاكتك هتجيه بتـ 3.000 جنيه طب جمعياتك التزاماتك مصاريفك أكلك شربك هتعملها ازاي؟ هتعملوا كل الكلام ده فبدأت ادور في محافظة محافظة في مصنع مصنع ايه اكتر حاجة اقدر اقلد نفس الفكرة نفس الجاكت نفس التصميم عشان يلبس زاي زاي اي حد بس بغفر في الخامة بغفر في الخط بغفر في التصميع ها فانت بتتفق مع ورش تدوم مع مصنع يغفر لك اقلح بحاول اجيب الحاجة لنفس الشاكل بجوده برضو تناسبه ايه اللي وداك التك توك التك توك ده مصدر يعني هو اسهل طريقة للعرض دلوقتي هو اسهل طريقة للعرض هو الفئة اللي بتستهدفك اغلبية ده على تك توك تقدم العروض للناس على تك توك اهو عروض انا شغال على العروض في ملابس في مكاني كنت طبعا في عروض كاب تبقى كبيرة كنت باخد لها ملاعب كورة او اراضي فاضية عشان حجم الناس اكتر تستفيد من العروض دي بس معلش معلش تمام انت رجل عندك محل تمام كنت ممكن ترزق كويس وتشتغل ومالكش دعوة بالشغل الخيرية لو انا سبت كل الناس دي الناس دي مش هتلاحب مش هتلاحب دفعالي في مجال الملابس يعني يوصلهم الصوت اللي هم في امل متقلقش مش كل حاجة بتغلى تعالى انا عايز اطمنك انا بشوف الناس دي حوالي انا منتجع بينا بشوف الناس دي في العرم انا بشوف الناس دي انا بشوف الام داخل عايز فرح ابنامش معاه عندك القبال بقى الناس بتجي لك كتير اللهم لك الحمد طب ايه علاقة الهدوم بالباصل الهدوم انا خلصت فيها كل عاجة انا قديتلك كل اللي انت عايزه في الهدوم طب انا بشوفك برضو انا من والدتي مثلا بتقولي انا لسه جايبة مثلا كيلو باصل ثلاثة كيلو باصل بالمئة جنيه مثلا كمين صورة اهو بتاعتك بالثلاثة جنيه مثلا كيلو الباصل لسه جايبة ثلاثة كيلو فانا بستوعب بقوله هل فعلا مئة جنيه بيتجيب ثلاثة كيلو باصل فانا شايف خمسين ستين ام على مدار اليوم بيجولي طب انا اخدم الامهات دي ازاي الامهات دي ما الام بتدعيلك انا بالنسبة لي انا النهاردة كسبت من العرض ده ربنا كرامني ان انا متعود دايما ان اي مكسب بيخشيلي في جزء كي طالع بتاع ربنا فانا الخير مش لازم ان انا اطلع حط في ايد حد او ان انا منه على حد هو صحف فضل علي هو اللي خلاني زي ما حضرك شايف هو اللي وصلني ان انا يجيلي ناس من كل حتاة في مصر فاي المشكلة اهو مش كل مكاسب بدينا فلوس كل مكاسب بدينا فلوس لا انا بالنسبة لي جزء من مكسبي ده انا بطلعه كنت بتعملي قبل المحل او انا كنت فارش في الشارع ده كنت فارش في السند او فانت عارف الشغلانة وعارف الناس احصل معي كل حاجة كل حاجة حصلت معي عندك ايه؟ عيندي اه زين وامل زين وامل اه ما شاء الله عندي امال 8 سنين وزين 5 سنين انا جات عليها فترة ما كنتش بروح لهلوه باب 50 كنين طول بيتربوا احسن تربية طول بيتربوا احسن تربية وهم شايفينك كده قدامك والله لاي عزيم تلاتة يعني بحاول اعمل كل حاجة عشان بس يعني هم يبقوا فخورين بابوهم يعني أنا مش بعمل إصطناع عمري وعملت حاجة إصطناعة يعني اللي بعملت دي طالع من جواي بس انت بقيت نجم دلوقتي مليار مشاهدة اللهم ولك الحمد ها؟ في المنطقة كلها عارفاك طبعاً بالحب يعني بحب الناس دي نعمة هو النعمة دي رب نحط فيه النعمة دي فأنا باستغلها أنا الصوتي ما اسموها فأنا استغله في حاجة حلوة هو أنا عايز أوصل الناس إن الخير موجود في كل الناس دي عبدالله إنت قلتلي ابتدت التكتوك إمتى؟ من ثلاث سنين من ثلاث سنين وبتعمل المعارض والشغل في المنطقة من ساعة ما بدأت الفرشة من ساعة ما بدأت الفرشة بالإستند التكتوك ساعدك إنه يجيب لك زباين ولا ساعدك إنك تعمل خير أكتر؟ بس عدني في الاتنين الأول ده بالزباين أنا شفت الزباين دي لها محتاجة الخير تمام فكان على حقيقة التكتوك عن طريق تكتوك أسانت إن، أنا سامعين إن إنت دلقتي معالش عشان ما أليشark فيها Igor بس أنا الزملي قالولي إن إنت دلقتي بتعمل إعلانات بخصومات أـ إعلانات يعني وراها للورجى الصفقات، اسمها الصفقات سفقات اسمها الصفقة أنا عندي ما اسمها الصفقة أه الإعلان ما لنوجد علاقة خالص هو الصفقة أنا الإعلان بتقدم صفقة الصفقة دي شرط في الإعلان الأساسي أني لازم أقدم صفقة يعني المطعم ده لازم حيديك خصم 20 المere مفيش حاجة اسمها خاصة هيقدم واجبات عشان قطر نعمل الإعلان غير كده ما نعملش الإعلان يقدم واجبات؟ لازم لو مطعم هيقدم 200-300 واجبة ببلاش؟ لازم هو بيجيبهم لأنا ما بقولش ببلاش أنا بقول بتسعة جنيه بخمسة جنيه بربعة جنيه اللي هو ده مش موجود اللي هتعتبر ببلاش اللي هو برضه حد يقف يشتريهم ما يحسش ان هو جاي بيتمنى بياخد حسن اه يشتريهم ويقعد وياخد شنطة طب أنا عايز اتنين لأخوية الطريقة حسن ذات نفسها بتفرق معاه طريقته وانت واقف معاه وهو بيشتري غير ما انت الحاجة لو خلص ستقوله خلص والناس بديلك تعمل العروض دي والصفقات دي والناس دي بتصحى من بيتهم عشمالين فيك اللي هم بتوع المحلات اه طبعا اللهم لك الحمد دلوقتي خلاص انت هي صفقة كسبانة لأنها مفيش حاجة مع ربنا خسرنا فانا بدور ان الطريقة هستفاد فانا بالنسبالي استفاد هنفيد قبل ما استفاد في خمسمائة شخص يومين او طلتمائة شخص يومين هيستفادوا من ده غير العروض اللي انت بتعملها ده غير الملاب غير الملاب غير الملابس نمروش علاقة ده سابت ده على مداري اليوم ملوش علاقة نهائي اللبس انا موفيه بكل احتياجاته لكن اكل شرب بقى سواء بقى دقيق سواء خل سواء طماطم سواء فراخ نتكلم قبل ما نتكلم هتقدم الى الناس هتقدم الى النهاردة هتقدم لي ايه طلتمائة من ايه خمسمائة من ايه مش بمقدرتك مش اعرف اصعب مرحلة كانت عندك ايه اصعب مرحلة من حوالي سنتين ايه اللي حصل لما خسرت كل ما املك كل حاجة ضعت مني في اليوم ده وبدأت تاني بدأت من سفر ما فيش اي حاجة كان عندي سبع فراخ قفلتهم كلهم ما بقاش الفراخ اللي انا في دلوقتي كل حاجة ضعت مني فيهم عشان قررت ان انا هعمل عرض هبيع بيه فيه تشيرت 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 8 جنيه ومص كل حاجة طبعا كان الاعداد رهيبة يعمل المستعمل اللي ملبوسة قبل كده ميت مرة مش هتبع بـ 2 جنيه ومص الحزب مش كل الاشخاص بتحسيبها ان انا جاب بـ 50 هبيع بـ 70 كسبت 20 مش كل مكاسب الدنيا كده انا بالنسبة لي ايو عشان تنشي بتنشي بتنشي في مليون اتجاهت يعني في نفس الشغل في مليون باند بتعرف تكسب منه بتكسب من البنت انا ما تكسبش من التشيرت انت الدرابي عاملة معك ايه انا تمام انا تمام اه الحمد لله تمام لا يفهمون غلط بس لا انا ما بديش فرصة لا اي حاجة عندي تحصل غلط انا ما بديش فرصة انا بكلمك انا مش شرط ان انا شغال معك كم واحد دلوقتي تمانية وثلاثين شاب مرتباتهم ايه اه من اربعة تلاف لستة تلاف من اربعة تلاف لستة تلاف ولما بيشوف الشغل اللي انت بتعملوا بيقول لك ايه انا ما بانجحش يوم لوحدي هم اي حاجة بعملها هم معافية اي حاجة اه بس وما كلهم يعني مش على قلب رجل واحد اي يعني بحاول اخليهم على قلب رجل واحد منهم ناس طبعا اساسيات معايا طبعا بقالوهم خمس سنين دول اخواتي طبعا في ظهري متساعد ما بدعت ومنهم ناس جديدة بتيجي على مدر اليوم وتمشي ايه يومين وبيمشي اسبوع بيستمر ما بيستمر تتعندك اخواتي يا شغل؟ لا انا وحيد ولا بنات ولا اولاد انت وحيد اه ما عنديش اخوات ولا بنات ولا اولاد الولد والوالدة موجودين الله ملك الحمد فخورين وسوعة بيجد الولد كان بيشتغال ايه عنده محل قطع غيرسة يا رب كده محل قطع غيرسة يا ربنا يديله الصحة وعمر هو بتفرج اكيد دي الوقت ويفرح بيك دايما يا رب ام ربك تربية محترمة الله ام لك الحمد ده اكيد يعني الله ام لك الحمد هم كان بيعمل حاجات زي دي انت كنت تشوفوا صغير بي هو على طول طول الوقت بيقول لي طول الوقت لو معاك اخر جنيف جابك وحد ما يحتاجه وطلعه له ربنا يعوضو لك في لحظيتها ده اللي بيحصل معا الوقتي اكسم بالله العظيم ماشي معا بما يريد اللي مسطورة في لحظيتها بتتردلي في لحظيتها خير كده كده موجود جده كده اعني جول بنا عدمين بس هم لو لو كل واحد بص جواه وطلع على خير اللي جواه ما فيش حد تصدقني هيبقى هيبقى مش مهتم انت برضو زي محمد بنوضوع الدولار ده ما لا انا بيشتغلش ما بيغلوس عليك يا عمي ماشي يكلمني في الوقت ما انا بكلمت برضو يعني عشان مانتوكش بس انا دلوقتي انت لو بتطع تتكلم مع احد صفقات مش مولك اللوازم غلية عليا احنا اخر الشتاء دلوقتي في الليبس اخر الشتاء يعني ايه كده كده الاسعارك اكباري لكن الصفقات التانية اللي عايز يعمل طب هو اللي جاي بقى بيبلورك الحسابات بتاعته ازاي اللي هو عني حسابات الصيف بقى لبسة لما نبدا الصيف بقى فيه مصاريع مصرية كتير جدا مش بتشتغل انتاج بتشتغل اعمالة شهرية ده بيوفر قد ايه بيشتري اعداد اكتر من اعداد لو كل كتاب بس انا وفرتي عشرين انا قلتلك ان انا مش اكسب من اتنين بس اكسب من التالت هكمل عرضي لو بخمسمائة بقى لو بخمسمائة ببسطمائة مش يبقى بألف لو تحرك من الخمسمائة يتحرك للسطمائة بس ما يتحركش لألف مش كل يعني مكتب بيزود عبدالله انا مبسوط ان اتعرفت عليك تشرف لي اوكسبل تشرف لينا ان انت تبقى معنا الحلقة دي اتشرفت بيهم وبتتشرف دايما بناس ممكن ان يبقاش نعرف وهم حوالينا موجودين في كل مكان بيبقى مهم ان احنا حضرتك وحضرتك تتعرفوا عليهم واحنا كمان نتعرف عليهم معكم نشوفكم بكري على خير ان شاء الله